سرطان البرستاتا هل هو مرض بدون علاج؟ يعني احنا خلاص عجزنا في الطب ان احنا ما ندلوش علاج ولا هي مجرد؟ يعني انا دايما بسمع حضرتك من بعض المرضى قولك خلاص انا جالي سرطان انا كده يعني حتى لو خدت ادوية دي مجرد مرحلة وانا هنتهي يعني عارف حضرتك فكرة ايه؟ مفيش امل في العلاج في وجهة نظر المريض طيب هو سرطان البرستاتا بيختلف عن السرطان في الجسم كله اولا هو مرض لا لا فيه حاجة هو مرض بطيء في انتشاره يعني مرض بطيء جدا يعني ممكن المريض يصاب بسرطان البرستاتا او بيتم بتشخيصه عن ستين سنوات طويلة اه يوعد عشرين سنة او خمسناشر سنة على لما يبدأ المرض ده ينتشر او ينتشر ده مش قانون يعني احنا بتعامل معنا انه مرض بس ده بيحصل اه دي رقم واحد رقم اتنين مالوش علاج على حسب المرحلة يعني علشان كده انا بقول دايما الناس اعمل بي اس اي بادري لو المرض ده بادري موجود في مرحلة متقدمة يعني قبل ما ينتشر قبل ما يبعد سنويات للعظام والكبد والاماكن تانية في الجسم بيبقى حله بسيط او بيبقى حله انه بتعمل عملية بسيطة كده بيتشال النسيج الداخلي بتاع الخيصية اللي هي المفروض المصدر الرئيسي لهرمون التستوستيرون المغزي ليه غدة البرستاتا فده بيهبط المرض جامد بياخره لورا بيمنع انتشاره وبيمنع تقدم المرض لو العملية دي مش مرغوب فيها فيه طرق دوائية انك تكسر هرمون التستوستيرون في الجسم بحيث ان المرض عايز احتفظ بالنسيج بتاع خسيره اصلا اقول ان فيه حلول كتير حلول كتير موجودة بس كل مكان اكتشاف المرض مبكرا كل مكان العلاج متاح غير كده بعض المرضى بيسيب نفسها خلاص هو بياخد المعلومة اللي حارك بتقول عليها دي او الابجكت ده ان انا ايه انا عندي كانسر خلاص انا هسيب نفس مع ان الصحة دي جماعة والله يتجع على رقصنا ويعني لاخر زرف نفسنا لازم نتمسك موضوع الصحة دي